الطفلة المعجزة فيروز اسمها الحقيقة بيروز أرتين كالفايان ولدت في 15 مارس 1943 وانتد مشوارها الفنية لمدة 10 سنوات ومثلت في 10 أفلام وهي من أسر أرمان نية وقد تبنها فنيا أيرن وارواجتي وظهر في العديد من أفلام والتي كان لها مخرجا وممثلا ومنتجا وقد أبدعت في دور البنت في فيلم دهب وهي أخت الفنانة الاستعراضية المصرية نيلي ودي صورة نادرة ليها مع أنور وجدي ليلى مرد وهنا مع أختها نيلي وكان زوجها بدر الدين جامجو فنان مشهور برضو وهنا في فرحه صورة جميلة وهنا مع زوجها في أواخر السبعينيات صور من زمن الفن الجميل هنا مع ابنها وأحفادها ده بدر الدين جامجو الله يرحمها ويرحمه مكتشف مواهبها كان هو الفنان اللبناني إلياس مؤدب الذي كان صديقا لأبيها وكان يقضي معه أمسيات فنية بالبيت حيث يعزف الكمان وقد تغني والدتها على أنغام الكمان ويقال أن أول أداء لها كان أمام الخديوي توفيق في المصرح الروماني وأنه أي الخديوي أعجب بها بشدة ومنحها خمسين جنيه بعدها التف حولها المنتجون السينمائيون فاختار مؤدب الفنان أنور وجدي من بين كل أولئك اللي يوقع معه والد فيروز عقد احتكار تتقاض عنه وابنته ألف جنيه عن كل فيلم وقام أنور وجدي بتغيير حرف الباء في اسمها إلفاء ليصبح فيروز بدلا من بيروز وقام أنور وجدي باستقدام مدربون أجانب لتدريب الصغيرة لعدة أسابيع وذلك لتهيئتها لأول بطولة سينمائية كان ذلك فيلم ياسمين الذي خاطر فيه أنور وجدي بالكثير وجاء عرضه عام 1850 وحين كانت فيروز لم تتجاوز عنها السابع إنتاج الفيلم كان مفترضا أن يكون مشتركا بين وجدي والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لكن عبد الوهاب وبعد أن شاهده الصغيرة لم يشأ المغامرة بأمواله في فيلم تقوم ببطولاته طفلة لا تتكن سوى غناء المونولوج لاجن أنور وجدي المعروف بروح المغامرة خاض المخاطرة لوحده بعدها قدمت فيروز فيلم فيروز هانم عام 1951 أنا مع مديحة يسري فيروز في النص أنا فيروز بعد ما كبرت الله يرحمنا وقد أكد الأب بطرس دانيال في يوم السابت 30 يناير 2016 خبر وفاة النجمة المصرية فيروز والمعروفة بالطفلة المعجزة والتي شهدت حالتها الصحية تظهورا كبيرا حيث دخلت العناية المركزة وخضعت لجهاز تنفس صناعي حيث كانت تعاني مشاكل في الكلا والكبد ومن ناحية أخرى كانت قد أصارت قامة مراسم العزاء في المسجد رغم كون الفنانة راحلة مسيحية الديانة أصارت جدلا كبيرا من الأمر الذي تبينت ما هو ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لكن علماء الدين ونقابة الفنانين حسموا ذلك الكتر وأكد الفنان سامح السرطي وكيل نقابة المهن التمثيلية أنزاك أن النقابة لم تتدخل في اختيار مكان تلقي العزاء للفنانة الرحلة بل اخترت عن طريق الأسرة أن العزاء سيقوم بدار المناسبات بمسجد الحاملية الشازلية وسيتلقى العزاء ابنها أيمن بدر الدين جمجوب ابن الفنانة الرحل بدر الدين جمجوب وقال مسؤول بالنقابة أن عائلة زوج الفنانة الرحلة وإبنيها أيمن وأيمان مسلمان هم من قرروا أن يكون العزاء بدار المناسبات بمسجد الحاملية الشازلية بينما تم دفن الجثمان في مدافن الأرمان بأرض الجولف ومصر الجديدة لذلك حسب رغبة ابنها من جهتي صرحت دكتور أحمد الكريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر العربية نبت أن تلقي العزاء لغير المسلمين في مساجد المسلمين جائز شرع طالما أن أهل المتوفاء أو المتوفاء من المسلمين بينما لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين دي فيروز كانت مسيحية الديانة بس عمل العزاء تاحها في المسجد حسب رغبة ابنها أي وانا بعد ما كبرت كانت فنانة جميلة الله يرحمه أما نيلي فقد ولدت فيه 3 يناير عام 1949 وهي من أصول أرمانية من حارة الجب في مدينة حلب بسوري وهي أخت الممثلة المصرية فيروز وابنة عمّة الفنانة لبلبة حسام الدين كان برغم السن بينهما يدر لها بوكي وردي يوميا خلال التصوير فأولد الحب في القهرة وطرعر في بيروت الساحرة وشهد ملها الكاف دوروة في شارع الحمراء الشهير بوسط العاصمة اللبنانية قصة الحب القوية التي جمعتهم وبحسب مجلة الشبكة اللبنانية فإن المخرج المصري طلب يده للزواج في الملها ثم قدم لها خاتم الخطبة والذي قدر بـ 1500 جنيه وكان مبلغ باهز السمن آنازال ولم تتخلى أن اللي وقتها عن تباعيها المرحة المألوفة حتى وهي عروسة الزواج لم يستمر طويلا للأسف حيث طلبها حسام باعتزال الفنوى وما رفضته بشدة وتأكدت بأن الحياة بينها ما باتت مستحيلة فكان الانفصال هو الحل الوحيد هنا حسام الدين مصطفى طلب يد نيلي في الكاف توبوه نيلي ولبلبة الفيروز وهنا مشاهد من الفرح باهزوجها الأول حساب الدين مصطفى أما الثانية فكانت من الموسيقي مودي الإمام نجل المخرج السينمائي حسن الإمام وأخه حسين الإمام ده مودي الإمام والتالت خالد براكات رجل أعمال وراحت معه لندن هو شقيق عز الدين براكات اللي كان متجوز هالة فؤاد ودي صوره مع هالة فؤاد وكان الرابع هو عادل حسني عادل حسني ده رجل أعمال كان متجوز لهام شهين وكان طم الطلاق بينهم وده أحدث ظهور لها نزلته بوسي شلبي في ديسمبر 2020 هي محتفظة بجمالها وشياكتها رغم شهرة الفنانة نيلي إلا أن حظاها في الحب والجواز على العكس تماماً وقالت نيلي في عجل المجلات الفنية أنها تفضل الزواج مع الرجل الذي تشعر معه بالحب والسعادة تزوجت أكتر من مرة كان أولها من المخرج حسين الدين مصطفى والذي أخرج لها العديد من الأفلام وأوضحت نيلي أن حسين طلب يدها في مالهاب وسط العاصمة اللبنانية وقدم لها خاتم الخطوبة وكان 8500 ليرة لكنها طلبت الطلاق منه بعد 13 شهر فقط من الجواز بسبب رغبته في اعتزالها الفن وبعد كده وقعت في حب الملحن مدي الإمام وقرر الزواج هو الآخر طلبها بالتوقف عن العمل واعتزال الفن رفضت مرة أخرى أصبحت مطلقة المرة الثانية وأخيراً تزوجت من المنتج عاد الحسني ومن رجل العمال خالد برجات والذي أثنين طلبوا أنها تترك الفن وتعتزل زي ما قالت في حادثة مع مجالة الجزيرة عام 2005 وحبس